بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو الدرس الحادي والعشرون في الإقصاد الكلي تحت عنوان أشكال البطالة أو أنواح Forms or Types for Employment نرجو أن يكون فيه الفائدة لطلبتنا الأحباء في أقسام الاقتصاد في الجامعة العربية الإسلامية ولكافة من يريد أن يتعرف على ظاهرة البطالة في أي اقتصاد الأشكال البطالة من الضروري أن نميز بين مفهوم البطالة العمالية من جهة Unemployment ومفهوم الخفاظ توظيف الموارد الاقتصادية الأخرى مثل الأرض رأس المال الحقيقي والقدرات التنظيمية والمؤسسات من جهة أخرى المقصود بذلك هناك ما يسمى الاستغلال المنخفض الموارد Under Utilization of Resources مقابل مفهوم البطالة في قوى العمل السبب يعود إلى ما يعني بأن مفهوم البطالة محصور في قوى العمل على الرغم من خلط بعض الباحثين بين المفهومين أي مفهوم Under Utilization of Resources و Unemployment أي البطالة العمالية من جهة والاستغلال المخفض للموارد الأخرى كالأرض ورأس المال الحقيقي والقدرات التنظيمية من معنى آخر عندما نتحدث عن البطالة فنحن نقصد فقط البطالة في قوى العمل الآن ترتبط ظاهرة البطالة مع حالة الانتاج في أي اقتصاد أي اقتصاد يمكن لنا أن نصف حالة الانتاج فيه عالية منخفضة هناك الحسار هناك الحفاظ الاقتصادي التدهو الاقتصادي وما شابه فهناك ثلاث حالات مهمة رصدها الاقتصاديون عبر أبحاثهم خلال القرنين الماضيين يرتفع معدل البطالة بشكل كبير عندما ينخفض الانتاج المرتبط بظواهر مثل الظواهر الثلاثة التي سأذكرها تبعا الآن الظاهر الأولى التدهو وراء الاقتصادي إكمامك دي برشن الذي يعاني خلاله الاقتصاد من تراجع كبير في مستويات الانتاج والتوظيف وإفلاس واسع النطاق في المؤسسات الانتاجية والتمويلية المحلية وتكون مدته طويلة ونطاقه واسع وعميق وقد يأخذ مجراء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي دعنا ننظر إلى الرسم التالي هذا التمثيل البياني للحالة الاقتصادية أو ما يسمى بالبزنس ساكل أو الدورة الاقتصادية أو الدورة التجارية بتبين على أنه الاقتصاد ينمو وطبعا يمكن تمثيل النمو الاقتصادي من خلال هذا المنحنة الأزرق السميك حتى يصل الدمو الاقتصادي إلى قمته ثم يأخذ بعد ذلك بالانحسار التدريجي إلى أن يصل القاع لأن إذا القاع كان عميقا واستمر لمدة طويلة بين أربع إلى ثمان سنوات يعني أذكر من خلال دراسي للتاريخ الاقتصادي بأن التدوهر الاقتصادي أو الانحسار العظيم الإكتناميك ديبريشن سنة 1929 من القرن الماضي كان عميقا لدرجة من أن معدل بطالة في اقتصاد المتحدة وصل إلى 35% كان طبعا العالم بتهيأ نفسيا إلى الحرب العالمية الثانية سبحان الله ما يعني الآن بأن التدهر الاقتصادي يعاني خلال الاقتصاد من تدهر كبير وبالتالي يكون معدل بطالة عال إلى درجة غير تطاق وقد تؤدي إلى قلاق اجتماعية وسياسية كثيرة وواسعة الشكل الثاني من المشاكل الاقتصادي الانحسار الاقتصادي economic recession الذي يعني تراجعا في مستويات الانتاج لربعين هنا من الزمن طبعا أو أكثر من السنة لكنه لا يستمر في العادي لأكثر من ثمانية أربع أي سنتين وهو بالتالي يؤثر في كمية السلع المتوافرة وحجم العمال المستعملة لكن بشكل موقت وعادة ما يأخذ مجراء على المستوى المحلي ثالثا وأخيرا الركود التضخمي stagflation or slumflation هكذا يسمى ركود التضخمي وهي حالة الانحسار الاقتصادي انحسار الاقتصادي متزامنة مع ارتفاع مستوى الأسعار العام وقد عرف علماء الاقتصاد هذه الظاهرة في إطار تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الدخل الكلي وعدم قدرة الآل الاقتصادي أي المقصود فيها هنا طبعا الاقتصاد كله عدم قدرة هذا الاقتصاد أو الآل الاقتصادي على توليد ما يكفي من الدخل وتوظيف الموارد ومنها توظيف موارد العمالة الآن تأتي البطالة على ثلاثة أشكال أو أنواع الشكل الأول البطالة الاحتكاكية frictional unemployment هي بطالة تحدث نتيجة لأحوال عادية مثل تبديل مواقع العمل كأن ينتقل الآن شخص مثلا استقال من وظيفته كعامل في مصنع الطوب وينتظر لأن يعمل في مصنع للحوم على هذا المثال يعني تعليم للحوم أو ينتقل من معلم مدرسة إلى ممكن يكون محاسب وهكذا فهذه بطالة تحدث نتيجة لأحوال عادية مثل تبديل موقع العمل وانتقال العمال من قطاع إلى آخر وبالتالي فهي بطالة مؤقتة وقد تحدث نتيجة لانحسار القصادي في أحد القطاعات القصادية ما يجبر العمال للبحث عن عمل في قطاعات أخرى كما ذكرت قبل قليل الشكل الثاني البطالة هيكلية وهي أخطرها بالنسبة لدول النامي مثل الأردن والدول العربية تقريبا هي بطالة تحدث نتيجة لأتمت عمليات الانتاج أو لأن مهن العمال للراهنة لم تعد متوائمة مع عمليات وطرق الانتاج المتقدمة ما يعني أن قطاعات كبيرة من العمال قد تحتاج إلى إعادة هيكلة كي تصبح متوافقة مع متطلبات لإنتاج الحديث من الأمثل الواضحة على البطالة هيكلية وجود عمال وافد غير مؤهلة تعليميا على سوق العمل الأردني على سمثال الذي يعاني من كثرة العمال التي تحمل مؤهلات علمية كثيرة أو اقتصادات الخليج العربي بأبوظبي بعمان بقطر وما شاب السعودية طبعا مثال واضح على البطالة هيكلية بأن العمال المحلية غير مؤهلة الآن أن تأخذ مكان العمال الأجنبية وبالتالي تحدث هذه الظاهرة الشكل الثالث والأخير البطالة الدورانية هي بطالة تحدث نتيجة لانخفاض الانتاج الكلي ومرتبطة بحالات الانحسار الاقتصادي كما بيّنت في الرسم البياني كيف الدورة الاقتصادية ترتفع وتنخفض الآن هي بطالة إذن هذه البطالة العمالية مرتبطة بشيء شبيه بتلك الدورة هي بطالة تحدث نتيجة لانخفاض الانتاج الكلي ومرتبطة بحالات الانحسار الاقتصادي فكلما تعمق الانحسار زاد معدل البطالة الدورانية وكلما تراجع الانحسار انخفض معدل هذا النوع من البطالة وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائد لأحبان الطلباء والمتابعين والمهتمين في أي مكان كل مكان وفي زمان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر